اكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر ووزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التجارية من خلال تبني القرارات والأنظمة التي تصب في رفض المنظومة الاقتصادية في مملكة البحرين وأكد وزير الصناعة والتجارة أن القرار رقم 53 لسنة 2024 والذي أصدره معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد الأنشطة التجارية عزز من حماية التاجر البحريني وذلك من خلال اقتصاره لتملك الأجانب في نشاط البيع بتجزئة على الشركات الكبرى ذات العائد الاقتصادي الكبير هذا وقد أصدر سعادة الوزير القرارين الوزاريين رقم 62 و63 لعام 2024 وذلك في إطار سعي وزارة الصناعة والتجارة لتوفير بيئة أعمال مارنة تصهم في تشجيع المزيد من المشاريع التجارية وأوضح سعادته بأن التعديلات التي طرأت بموجب القرارين الوزاريين تشكل خطوة مهمة تهدف إلى تحسين النظام التجاري في مملكة البحرين وتسهيل الإجراءات بما يعزز من مرونة الأعمال ويساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة